بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن ريدا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخابنا الوطني وكلام مهم جداً عن أمور فنية داخل مباراة نادي الأهلي ومزنبي والمباراة القادمة للنادي الأهلي خليني أبدأ بس الأول مع حضراتكم قبل مبدأنا الحقيقة كنت بدأ الحلقة النهاردة بتهنئتي الكبيرة والعظيمة لهذا الجمهور الكبير والعظيم الذي يستحق كل تحية وكل تقدير أي حاجة بتتعمل بتتعمل عشان خاطر الجمهور اللي حضراتكم شايفينه ده هاتلي يا ساميل لو سمحت الفيديو خلي الصوت معايا فيش مشكلة خالص لأنه في النهاية كلنا بنشتغل عشان خاطر الجمهور كلنا بنعمل كل حاجة عشان خاطر الجمهور كلنا بنبسط أو بنبسط وبنبقى مبسوطين عشان خاطر الجمهور الجمهور اللي حضراتكو هتشوفو دلوقتي ده هو الأساس في كل شيء هو أفضل حاجة هو أعظم جمهور في الكون بالنسبة لنا كأهلوية أن اللي حضراتكو شايفينه ده هو أعظم حاجة والله العظيم تلاتة أنا بتكلم هذا الكلام من قلبي من قلبي هذا الجمهور يستحق أفضل من أفريقيا يستحق بطولة كاس العالم هذا الجمهور يستحق أفضل حاجة في الدنيا صدقوني لما بنيجي نتكلم دائما بنتكلم عن هذا الشكل وهذا اللي احنا وهذا الأمر اللي احنا عايزينه المنظر اللي حضراتكو شايفينه ده أنا كان جسمي بأشعر وأنا نازل الملعب ودلوقتي جسمي بأشعر وأنا قاعد بتفرج على هذا الجمهور أنا بتعلم من هذا الجمهور مش أنا الواحدي ولكن بدون لفظ خارج وحاجة واحدة بس اللي بتحصل وهي التشجيع والتشجيع والتشجيع عشان فرقتنا تكسب يوم الجمعة وتكسب في مباراة قلت لحضراتكم إن هي حتبقى مباراة صعبة جدا 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 وبالفعل هي مباراة صعبة جدا ولكن بفضل هؤلاء وبفضل هذا الجمهور العظيم قدرنا نكسب ونكسب واحد واثنين وتلاتة وأعتقد إن لقطة الهندبول اللي حتكلم عنها كتير جدا النهاردة هذه اللقطة بسبب دعاء هؤلاء كل الجمهور اللي موجود في الملعب خمسين ألف متفرج أو أكثر شوية موجودين ولكن سعر أسماء اللي كانت مطلوبة كانت خمسين ألف متفرج وبالتالي بنقول خمسين ألف متفرج كانوا موجودين كلهم كانوا بيدعوا وكلهم كانوا عايزين النادي الأهلي يفوز وبالتالي قدر النادي الأهلي يفوز بتشكيل رائع ومدير فني على أعلى مستوى ولائبين على أعلى أعلى مستوى كل التوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة وإن شاء الله ربنا حكرمنا في المباراة النهائية لأمام الترجي هنتكلم عنها كتير جدا 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 أنا بس حبيت إن أنا أبدأ بأفضل حاجة بالنسبالي وحبيت إن أنا أبدأ بأحلى حاجة بالنسبالي مش بالنسبالي أنا بس بالنسبال كل من ينتمي لهذا النادي الكبير والعريق أحلى حاجة في الدنيا إننا أسمع هذا الصوت سمعنا يا سمي الواحد والله جسمه بأشعر من ما يحدث تشجيع الجمهور لللاعبين وتشجيع الجمهور وحبهم لمادي الأهلي الواحد لما بيسمع هذه الكلمات والله الواحد لو عليه يعني يعمل حاجات كتيرة جدا شكرا لحضراتكم وصلا يظل دائما جمهوري من الأهلي وفرص الرهان في كل شيء